مع ساميرا على راديو دزم نائدة الافطار ثمرة من احلى الثمرات من الفواكه هنا ستتسح لي لك انتنا معلومة خاطئة من الفواكه الاعلى نسبة من السكرية سكريات اللي تمتصوا بسرعة كنا من اليوم على التمر البلح الرطب او البصر هذو كلهم اسماء تنعطيوها التمر صح وفاكيها او لا نعم نتدخل في خانة الفواكه الجافة ماشي الفواكه المجففة لان هناك فرق فهو داخل في الخانة الفواكه وداخل في الخانة دي الفواكه الجافة والاغلب يدي الفواكه لما قلناش ربما جل فواكه بخلاف اه عفوا الافوكا تحتوي فقط على سكريات والتمر هو كذلك يحتوي فقط على سكريات فيما يخص للكونات الطاقية عفوا وبالتالي فهو يعتبر من الاغذية اه الرئيسية اللي ستكون حاضرة عندنا في المائدة دينا لان من تنتحدث على التمر تنتحدث على مجموعة مكونات غدائية لدروري خاصنا ندخلها الجسم دينا واللي عدم ادخال الجسم يقدر ادي الى مشكلة فالتمر هو يعتبر من الاغذية اللي غنية بمجموعة مكونات غدائية واللي مركزة في غداء واحد وفي كمية اللي هي صغيرة في لاخدينها مثلا واحد ثلاثة تمرات مثلا اللي غنية واحدة لعشرين ولا خمسة وعشرين غرام فتلقوا فيهم تقريبا سبعين سعر حرارية وتلقوا فيهم تقريبا عشرين غرام عفوا دي السكريات بالاضافة الى الالياث يعني فاشوف فقط ثلاثة دي التمرات تيتوني تقريبا سبعين سعر حرارية وتعتوني عشرين غرام دي السكريات هذا ما هذا يعني؟ هذا يعني بأن التمر هو يعتبر مبين الاغذية اللي تحتوي على السكريات بشكل كبير واحتواءها على السكريات تخليها انها تعتبر مبين الاغذية اللي تتكون حاضرة دائما في المائدة دي الافطار دينا وهذه النقطة إيجابية وإن كان ان التمر خاص يكون حاضر طيلة اليام السنة لأنه هو غن نرجع دائما هو داخل في الخانة دي الاغذية كذلك اللي ما تتخسرش وبتلي اللي خصد تخذ طيلة سنة والتناول دي التمر طيلة سنة عنده مجموعة دي الفوائد ماشي فقط غير فيما يخص السكريات بل فيما يخص مجموعة المكونات الغذائية فالتمر هو كيف ما قلت أنه بالإضافة الى احتواء على السكريات يحتوي على نسبة مهمة من الفيتامينات كفيتامين بي 1 فيتامين بي 2 بي 3 بي 5 بالإضافة إلى فيتامينات أخرى بالإضافة لهذا سيحتوي على نسبة مهمة من الاملاح المدينية وهنا من يتتناه للأملاح المدينية اللي فيها الى الى�리 كناف التمر. فهنا تنضرع على الاملاح المدينية اللي هي آآ دراسات التي تتبات عندنا ان اتطلق هدى الاملاح المدينية مع السكريات تتطيع واحد تأثير إيجابي بالنسبة الى الخلايا الدماغية شاهدنا ب أن التمر يحتوي على السكريات بالإضافة لهذا التمر يحتوي على تسبة يعني تقريبا كتير من خمسمائة ميلي جرام دي البوتاسيوم في كل مئة جرام. وهذه هي نقطة ايجابية بشكل كبير. علاش. لان البوتاسيوم تعتبر من بين الاغذية بين الاملاح المدينية. اللي هي اول مهمة بالنسبة للعضلات. بعدين نختلف البوتاسيوم. هو اه من بين اهم المكونات الغذائية. لتتلعب دور مهم بالنسبة للعضلات دينا. ذلك مهم بالنسبة للتنقية دي الجسم. لانه يعتبر من المكونات الغذائية المدرة عزاكم الله للمدول دينا. كذلك المدات البوتاسيوم هي تدخل في الخانة دي المكونات الغذائية اللي تتساعدنا باش نقصوا من الارتفاع ضغط الدموي. وتتلعب دور دي التنقية. فهذا المدات دي البوتاسيوم اللي اه عن طريق ادخالها الجسم دينا عن طريق تناول التمر. يلعب تتلعب ادور كبير جدا كذلك في ناقل السوية للمساج دي دي الخلايا العصبية. فتناول مدات البوتاسيوم واتماعات السكريات سريعة. مع فيتامينات المجموعة مع المانيزيوم. هذي كلها مكونات غذائية اللي عندها علاقة بالخلايا الدماغية. اللي تتقلل من الحدة دي التوتر ومن الحدة دي النرفازة. وحنا دينا نتعرف بان هذي المشكلة دي الاستخس هو المشكلة الرئيسي اللي يصبح عندنا. الابعد من هذا ان التمر السكريات اللي فيه هي عبارة عن سكريات اللي هي بسيطة. سكريات اللي هي قليلة الامتساس. وهنا تنا بسريعة الامتساس عفوا. بالنسبة لأشخاص العاديين. بالنسبة لأشخاص اللي تعانيهم من مرض من الأمراض خاصة استشارة دي التطبيب معالج دي لهم قبل ما يتناولوا هذي المادة دي التمر. فقلت ان السكريات اللي كينا في التمر. هي تعتبر سكريات بسيطة. سكريات سريعة الامتساس. وبتريفة مجرد من أنني تندخل الجيسين ديالي تترفع لي بسرعة نسبة السكر في الدم. هذاك شيش تسجلنا في الإفطار بدوباهي. دروري. انت سنوشي شوي بما وصل لها داك لوسيني للدماغ دينا. نعم لان لما احترماش هاد المسألة دي شنو توقع تندخله في الفطار بالذربة وتنقاونا كله وتنقدره ووصله الكيميا اللي كلينو حنا باقي نتناولها. فقلت ان هاد المسألة دي اللي كينا في التمر لان التمر بالإضافة لها الشيادة ويحتوي على موضة ذات الأكسادة. يعني في دي كاوتين ويد في دي مواد اللي هي تتلعب دور الواقاية من مجموعة دي مشاكل خصوصا دي الخلايا ديناو وخصوصا مشاكل تسبب الخلايا آآ السرطانية. وبيترفعوا مضاد ثلاثة وبيترفعوا مضاد للخلايا السرطانية. تمام كذلك اللي اهم فيه هو انه كيف ما قول بنوها هو مزيان بالنسبة لعدارات. هو مضاد للشيخوخة المبكرة. لان في مضادية الآكسادة في فيتامينات الانجموعة بعoe فيه المونيزيوم وفيه كذلك حديد. وفي المهم في التمر كذلك هو بالنسبة لنا تنركز على المسألة دي الخلايا العصبية والخلايا الدماغية فالدراسات العلمية الان تتبين وتتأكد على ان هاد المكونات اللي ذكرنا الان اللي هي المانيزيوم اللي هي البوتاسيوم اللي هي الفوسفور اللي هي السكريات البسيئة البسيطة عفوا عندها الدور ايجابي بالنسبة للخلايا العصبية وهدي نقطة ايجابية فالتناول التمر عنده واحد تأثير ايجابي بشكل كبير على الخلايا العصبية وعلى الخلايا الدماغية دينا. اشنو تينيادات يعني بان تناول دي التمر خاصه يتم بشكل يومي. طبيعات الحال ما تنقولوش ناكلو كيلو ولا كيلو ونصف النهار. تناول دي الحبات ربعات الحبات خمسات الحبات في النهار هي كافية. ولكن مش غير في رمضان ونحبس. احنا منتنا نضروع لتناول دي التمر. طبيعات الحال نضروع لتناول دي التمر طيلة ايام السنة. وتنعود نأكد بالنسبة الاشخاص اللي ما تعنيهم تشي مرض. حتى بالنسبة الاطفال. الاطفال خاصة تناول دي التمر يتم بشكل يوميا لاش? لانا بين الاغذي اللي غتساعدهم باش انهم يرسخوا المعلومات في الدماغ ديالهم. بين الاغذي اللي غتساعدهم باش انهم هدك المعلومات يدخلوها الجسم الدماغ ديالهم وبقوم مركزين. لان المشكلة اللي يصبح الان كين عن الاطفال وعدم تركيز. فهدك التركيز لاش تيصلاحة ممكنش شخص يركز. هو ما عندوش هده المكوناتش في الجسم دياله. حتى بالنسبة بالناس الكبار يعني الناس اللي عندهم لعمل شاق وتتطلب تركيز كبير فهدك عملية ذي التركيز تطلب مواد غذائية. هد المواد الغذائية شنويا؟ فين تلقاوها بشكل كبير تلقاوها بشكل كبير في التمر. لهذا فى اسألها ففي الجانب الديني ديالنا او لا حتى hasn fui الجانب يعني دياله دياله الاجتماعي ديالنا تلقاوا بان تمر موجود بكثرة. يعني داخل في العادات غذائية المغربية. داخل في العادات الغذائية الدينية ديالنا. باعداء ماذا يعرفون بأن في الولي مدينة في الزردة تناكلون بزاف المكونات الغدائية مثل الحم، ماذا تنأخذ الماء والحليب؟ ما هو تنذير؟ يتم إفراز التمرو الحليب تنجيبها مع المكونات الغذائية الطاقية بروتينات سكرية الدهنيات بالتمرو الحليب يتم إفراز إنه غذاء كامل تمرو الحليب بطبيعة الحال يعني نقدرون نكتوفي به ما ممكننا نكتوفي به المدة طويلة ولكن في حالة مثلاً في عوض ما أنا نأخذ حاجة أخرى رأي لأخذ التمرو الحليب مثلاً في الفطور في الصباح الناس مثلاً مزروب ما عندهش وقت يقدر يبقى به تلغ دا ولا تلاشية يعني وجبة فقلت أنه نأخذ هذه المكونات الغذائية هذا التمرو الحليب كيف تook Seven يتم إفراز الأنزيمات التي تتحدم البروتينات والأنزيمات التي تتحدم الهنيات والأنزيمة التي تتحدم السكريات وبالتالي هنا تنجي من الوجبة trailers ان تتحرك من بعد تتقضي أن هناك أنزيمات للبروتينات وأنزيمات للدهنيات وأنزيمات السكريات وبالتالي عملية الهضم تتم بسرعة فأجم வنا في هذا الحكم من هذه الإدخال هاد الاغذية دي يعني قبل الوجبة يعني تناكلوا واحد تمارة ولا جوج مع كازي الحليب في الاستقبال هدي عادة كينا في الاستقبال ديال ديال ضيوف ديالنا وهي عادة اللي هي حميدة واللي ينتمنوا انها تبقى فهد التمر يعني تناول ديال التمر انا ربما السؤال مطروح اللي ترحوه الان تساد المسلمين بعد ما سمعونا تنضروع التمر اول سؤالتي هذا وش جميع انواع التمر كيف كيف انا تنضروع التمر اكيد كان هناك اختلاف طفيف اختلاف بسيط ما تناخدوش بعين الانتبار يعني الاهم عندنا هو نتناولو التمر يعني غلاء الثمن ديالو او لنقص راه تمره راه تمره يعني الشي ناخدو هذا التمر ديال 20 درام كل واحدة لقدر مستطع ديال 20 درام الكيلو لا 30 درام 30 درام بدء مش يمتحك بها ليس صعاب KI learned 30 درام أنها içi 20 دولار للعام بسيط خسو وثلاثين درام 35 درام الوصول ذاقور اولى الارفاد دائما هذا محن إني اللي نتكلم عن التمر ذاقورا الاولاد المخريف ليسivel صعب تعمل طبيعة طيام المجولى المغرب شوف كيف ينتقل مجولى أخر слож emitير محنى المعروف لحدي المغربة نعم لدينا استطاع للمجول مشاريع الوقت لدينا استطاع يأخذ المجول ولكن تمر يعني عندنا علاقة بالأرض فرصك بأن التمور المغربية تعتبر بين أفضل تمور عالمياً مما لا شك فيه نعم 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 التمور المغربية يعني التمور المغربية لأن التمور المغربية يجب أن يكون قوي ويكون ممسوح يعني لغرب المقارنة مع التمور اللي يغزات الأسواق مؤخران دي الإمارات ودي الخليج يعني إحنا ملفين هنا في المغرب يعني مثلا ناكله إيمان التمور دينا دينا دي الصحرة دينا إيمان التمور دي الجزائري إيمان التمور دي التونس شوف ممكن دي المغرب كان التمور المغربية وكان الناس اللي يقوموا بالتجارة بدون غش في التمور المغربي خسنا نشجعهم وخسنا نستعلكوا التمور المغربي ربما شكلاً اللي لا تعجبوش ولكن غدائياً ربما مفيد ناس ديك ساعات اللي بغي يشري المجهول يشري المجهول يبغي يشري حاجة أخرى يشري حاجة أخرى نحن المهم ليتنا نقول بأن هناك اختلاف بسيط طفيف فيما يخص المكونات الغدائية وراه التمور ديال 30 درام راه تاوى في نفس الفوائد اللي ذكرنا الآن وفي نفس القيمة الغدائية اللي ذكرنا الآن وراه مهم كذلك وماشي غني مجهول اللي نقدرون نعمره حتى التمر العادل نقدرون نعمره وليوم غدي نعطيكم واحد الوصفة سهلة باش نعمره غدي نعمره بلوز مطحون لكن طريقة أخرى هدي لوز مطحنه طبعاً مع شوية دي السكر سنزيدو عليه شوية دي الماورد السكر غنضيرو فيه غير غير شوية علاش اللي أنا غدي نسميه معه الحليب المركز المحلى نضيرو القياس اللي تجمع لنا بها ديك لابات نضيرو بها كويرات ونعمروا بها ديك تمرة لديد بزاف وهذه طريقة يعني وخد تمرة ما تكونش مجهولة تمرة عادية نعمرها بهذا اللوز مطحون من الماورد وحليب مركز محلى تختلف على العقدات اللوز دينا المغربية نعمرها بها وتيكون زوين للتقديم الضيوف دينا عجيبة دي هذا تمرة اللوز لأنه من تنخلطوه تمرة اللوز كيف نشكرنا بالنسبة للحليب والحليب مركز محلى الله يخليك تنخلطوه تمرة اللوز والحليب هنا تنجيب جميع المكونات الغدائية الطاقية لأن التمر فيه السكر السكريات اللوز فيه الدهنيات والبروتينات وبالتالي عندي المكونات الغدائية الطاقية الثلاث تخيل معي أن الدري في القوتة دياله وفرفطور دياله غيخذ تمرة اللوز يا سلام جميع المكونات إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك سنبيل عياشي المختص الأخصائي في مجال التغذية ومعكم مستمعينا اللي ستتقبلوا علينا في البيت ديالكم في السيارة ديالكم أو الله في المكاتب ديالكم شكرا لكم نهاركم مبروك وسيمكم قبول بإذن الله اللقاء اشتركوا في القناة